فكرة شيطانية وإدارة استبدادية وتنفيذ دموي إنها مواصفات أركان المشروع الإيراني التوسعي الذي يعتمد على تقسيم أدوار ميليشياته وإيكال مهام مختلفة لكل منها بحسب موقع ميدل إست مونيتر البريطاني إذ يذكر الموقع أن إيران أسندت مهاما مختلفة لكل من ميليشياتها فمثلا تتولى ميليشيات الحسد في العراق مهمة خط الدفاع الأول عن إيران وتحويل العراق إلى جزء مرتبط بإيران من كل النواحي وجعل البلدين مرتبطين بمصير واحد خط الدفاع الأول يتلوه خط الهجوم والتوسع العسكري وتقوم به الميليشيات الموجودة في سوريا بإدارة ميليشيات حزب الله اللبناني وتتولى مهمة الاستحواذ على مزيد من المناطق في البلدان الخاضعة بشكل مباشر للنفوذ الإيراني ميليشي الحوث في اليمن أيضا تقوم بمهمة التوسع العسكري المباشر والإشراف على عمليات إثارة القلاقل في الدول المجاورة وخصوصا السعودية وهذا ما تنفذه الخلايا النائمة لإيران حيث تعتمد إيران على أنصار لها في البلدان التي لا تخضع لنفوذها ويقوم هؤلاء الأنصار بإثارة المشاكل والعمليات الإرهابية إضافة إلى الحرب الدعائية ونشر الفكر الإيراني وهذه الفئات تستهدف مختلف بلدان العالم في أفريقيا وأوروبا وأسيا نشاط توسعي لم تعقه حتى العقوبات الأمريكية التي تحمل تصريحات قوية لكن أثرها على الواقع لا يتناسب مع حجم التهديد والوعيد الأمريكي وهذا ما يؤكد فكرة عدم وجود رغبة أمريكية في الإنهاء العاجل لهذا النظام أربعة عقود قضاها النظام الإيراني في بناء إمبراطوريته التي تفتقر إلى المقومات الحضارية وتعتمد التخريب والتدمير أساسا لها مع إهمال الأوضاع الداخلية للبلاد حتى كانت النتيجة جيوش من الفقراء والمقهورين وملايين من المتضررين في البلدان المجاورة حيث لا يوجد بيت في سوريا والعراق واللبنان واليمن إلا وقد اكتوى بنيران نظام طهران ونهجه التوسعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر